مرحبا بكم. اليوم هنعمل الشاي الفواكه الساخن والبارد. هو مناسب لكل انواع الضيط بدون اي استثناء. يلا الوسط. الفواكه يمكن استخدام فواكه الطازجة او المجمدة. ساوضع جميع المقونات على الشاشة ازا كنتم بحاجة الى التقاط صورة للشاشة. واحد كوب من الكيوي. واحد كوب من الماء. نطحن جيد. هيك اصبح جاهز. الفراولة واحد كوب وماء واحد كوب. نطحن جيد. هيك اصبح التاني جاهز. والتوت الازرق واحد كوب وماء واحد كوب. وهيك الثالث اصبح جاهز. على حرارة متوسطة لمدة عشر دقائق. معلقة كبيرة شيء اسود او اخضر حسب الرغبة. نحرك الخليط لمدة عشر دقائق على حرارة متوسطة. هيك بعد عشر دقائق نصفي الخليط. بنصفيه جيد. هيك اصبح جاهز. والتاني نفس الشي بنوضعه وبنوضع معلقة شاي وبنحرك وبنترك يغلي لمدة عشر دقائق. وبنصفي الخليط. هيك جاهز. الثالث التوت الازرق. بنوضع معلقة شاي عليه ايضا على حرارة متوسطة. ايضا لمدة عشر دقائق. هيك اصبح جاهز. هنا عشر دقائق على حرارة متوسطة. وهذه هي المكونات اذا بحاجة الى التقاط صورة للمكونات. ممكن تقديم الشاي بارد مع مكعبات التلج او ساخن. نوضع لكل كوب معلقتين. التركيز هذا حسب زوجكم انتم. تعملوا كمية التركيز حسب زوجكم معلقتين تلاتة. اذا بحاجة لشاي كراميل الصحي لكل انواع الضيط اكتبوا ايلي تحت بالتعليقات. بنوضع ماء بارد مع التلج. وبنوضع ماء الساخن اللي بحب الشاي الساخن. الاثنين ارواع من بعض الاثنين. بنقوم بتخسين الكيمية الزائدة بالتلاجة لحين الحاجة. الكيمية اللي زادت كلها بخزينها بالتلاجة. انتم اعملوا كمية المناسبة لكم. انا بعمل دائما كمية بزيادة. تحلية حسب نظام الغزائي. يمكن اضافة العسل او بديل السكر. او عدم اضافة اي مواد تحلية. هاد حسب نظامكم الغزائي. الطعن روعة. تحلية هي اختيارة تحلية. اتمنى تكتب لي رأيكم تحت بالتعليقات. انو رأيكم كتير بهمني. الناس الموجودة عندها صفحة الفيسبوك. اتمنى اني اشتركوا على قناة الشيف نائل على اليوتيوب. عشان يوصلكم كل جديد. في امان الله.